في الغرب لأنه لأنه في غليان حقيقي في الغرب ولكن هذا الغليان واضح وضائح أي إنسان حر في العالم الآن هو يغلي وما تدري الأمور هذي شلون تخرج عن السيطرة ترى في كل مكان يعني انت شوف حتى الولايات المتحدة ترامب يحاول يهدد يعني في غليان داخل الولايات المتحدة بأنه إذا أنتم ما تخبتوني راح تتحول الولايات المتحدة إلى حمام دم وشيء من هذا القبيل فالآن هناك قسم كبير من الناخب الأمريكي لم يعود مقتنع لا بترامب ولا بايدن يبحث عن شيء ثالث عن خيار ثالث الآن سوناك في بريطانيا وضعه متقلقل جدا ممكن الآن ينهار بأي لحظة خلاص وهكذا وغير وغير لا أريد أن أتحدث عن الوضع الداخلي في الغرب لأنه في غليان حقيقي في الغرب ولكن هذا الغليان واضح وظاهر في البداية طبعا حاولوا أول ما صار طوفان الأخصى لو تذكرون يجرمون التعاطف مع فلسطين على مستوى الشعارات المظاهرات التجمعات حتى في هذه الدول التي تدعي الديمقراطية وحرية الرأي عندهم حرية الرأي من المقدسات مع ذلك حاولوا في البداية تجريم التعاطف مع الفلسطينيين ولكن شافوا أن موجة التعاطف غير طبيعية وهم مضطرون أن ينحنون أمام عاصفة التعاطف الشعبي مع أهل فلسطين فيبقى وهذا العالم عالم في حرية تعبير نسبيا إحنا عوالمنا اللي قاعد تمنع فيه هالتجمعات وغيره ورغم أن الشعوب ترى بشكل كبير جدا متعاطف مع القضية الفلسطينية وقاعد تغلي من الداخل هذا ما رح يستمر بهالشكل يعني ما تعرف شلون صعب أن الإنسان يتنبأ كيف ممكن يحصل الانفجار وخروج الأمور عن السيطرة